بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الاعزاء النهاردة ان شاء الله هنكمل الكورس بتاع للمستوى العاشر لقسم الهندسة المدنية والنهاردة بنكمل اللي احنا بتديناه في المرة اللي فاتت بالجزء بتاع التعريف عرفنا الفرق بين الصويل والرق وعرفنا ايه هو وصف المقرر بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الجزء التاني اللي هو اهداف هذا القورس فلو تكلمنا عن اهداف القورس بتاعنا هنقول اول هدف عندنا ان انت لازم يعني لازم تكون فاهم جدا او الخواص الفيزيائية بتاعة التربة واحنا هنتكلم عن الخواص الفيزيائية بتاعة التربة هنتكلم الاول على بعض التعريف اللي انت درستها قبل كده زي والبراوزتي والووتر كونتينت والسبيسيفيك جرافتي واليونيت ويد الخواص اللي انت خدتها قبل كده وبعدين هنبتدي نتكلم عن البروبرتوس بتاعة السويل اللي خاصة بالمية شوية او اللي بيبقى فيها مشاكل بتاعة التربة اللي احنا عايزين نعمل لها اللي هي الـ هنشوف بعد ما هنخلص الفيزيكال بروبرتوس بتاعة السويل مفروض ان احنا الهدف التاني من الكورس ده ان انت لازم تعرف ايه هي الخواص الهيدروليكية بتاعة السويل وده يتعتبر حاجة خليط ما بين السويل وبين الهيدروليك عشان بنشوف سريان المية جوة السويل نفسها وهنبتدي ندرس فيها surface tension والcapularity وهندرس فيها اهم خاصية من الخواص الهيدروليكية بتاعة السويل اللي هي الpermeability او النفاذية والنفاذية ديت هنعرف ازاي بنجيب المعامل بتاعها للكوفيشن والpermeability اللي هو الكيه ازاي هنجيبه بالطرق في الطرق الموقعية والطرق المعملية وبعد ما هنخلص الجزء ده هنبتدي نشوف ازاي نقدر نعرف الطبقات بتاعة التربة اللي حاملة للمية هندرس كل ده بالتفصيل ان شاء الله عشان نعرف الخواص الهيدروليكية بتاعة السويل الهدف التالت ان انت لازم تعرف او تفهم الخواص الميكانيكية بتاعة السويل ودي تعتبر اهم اهم جول للكورس ده عشان الخواص الميكانيكية هي اللي تتحكم في سلوك الطربة الاساسي فاحنا هندرس في الخواص الميكانيكية للصويل هندرس او اللي هي الاجهدات وهنعرف يعني ايه وهنعرف يعني ايه وهنعرف يعني ايه والاكسيسز في الستريسز بييجي ازاي وكمان هندرس في بعد ما نخلص هندرس بتاعة السويل او مقاومة الطربة للقص وانعرف الشير سترينس البرامتر بتاعنا اللي هما الكوهيجن والانجل اوف انترنال فريكشن وبعدين هننهي الجزء بتاعة الميكانيكا البروبرس طبعا بالكونسوليديشن او التصلب الخاص بالصويل بعد كده هيبقى الهدف الرابع بتاعنا ان احنا ازاي نعمل تصميم لطربة مسلحة او ديزاين اوف رينفورسينج سويل وده يمكن اكسيبريشن جديد شوية احنا عارفين ان الرينفورسينج لايه بتبقى للخرصانة لا احنا هنشوف ازاي بنسلح الطربة عشان نعمل لها تسبيت وتعتبر الرينفورسينج سويل دي من الانظمة الحديثة اللي بتساعد على هي مش حديثة او يعني احنا بنتكلم في 30 سنة بس يتعتبر حاجة جديدة فانت اول مرة تسمع عنها هنفهمها دي يعتبر هدف من اهداف القورس بتاعنا بعد كده هنتدي نتكلم على الطرق الحديثة في تسبيت الطربة هناخد بقى تسبيت الطربة تعريفه انواعه ايه هي السولي سيبريزيشن ميسودز هنقول كل الطرق بتاعتنا اه في تسبيت الطربة برضك الهدف من الكورس بتاعنا كده اللي هو لازم تدرس ثبات الميول هناخد يعني نبزة مش هناخدها بالتفصيل قوي هناخد بعض الطرق ازاي تدرس ثبات الميول للطربة وثباتها شكرا شكرا اشتركوا في القناة